سعادة القلب في خير يقدمه بباسمة الحب في الأرجاء ينظرها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى المعداج نوصلها تعليم قرآن صناعة عمل بناء مدرسة لله نعمرها إغاثة الملهوف كفالة اليكين سكيا لما إن زقت بالنفس أعدبها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها ترجمة نانسي قوافل الخير ترجمة نانسي قوافل الخير ولا ننتزم بهذا الترتيب في الموسم الثالث وإنما سنتجول هنا وهناك يهدف قوافل الخير كما تعلمون جميعا لنقل الصورة الحقيقية والواقعية لمجموعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي قمتم أنتم بالمساهمة والمشاركة بإنجازها وتأسيسها في مختلف دول العالم بالإضافة إلى مجموعة من الحالات الإنسانية والمواقف التي مررنا بها أثناء التصوير سنستمتع ونستفيد معكم بإذن الله تعالى فأهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات نستعد لركوب هذه القوارض طبعا ليس لنزهة بحرية ولا نزهة في هذا النهر وإنما للانتقال إلى منطق من المناطق التي تحتاج بين فينا وأخرى للإغاثة التفاصيل إن شاء الله بتعرف عليها بعد مركب القارب تابعونا نحن في طريقنا إلى تقديم إغاثة إلى قرية من القرى وعلى ما يبدو الآن أصبحنا نحن بحاجة إلى من يقدم لنا إغاثة ومعاونة صحيح صحيح لكن إغاثتنا ستكون في بعض معدات تصليح هذه المكينة فقط موسيقى هذا كان أطلاً قبل قليل الآن سلحة أخذنا المساعدة من الترادة الثانية إن شاء الله نتمنى أن سنصل بالسلامة بإذن الله نتمنى أن سنكون محمدينه ومساعدة القلب في خير يقدمه بباسمة الحب في الأرجاء ينظرها قوافل الخير من دار الخبار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها تعليم قرآن صناعة عمل بناء مدرسة لله نعمرها إضافة الملهوم كفالة اليتيم سؤيا لما إن سقط وأخيرا وصلنا إلى القرية المطلوبة الحمد لله الحمد لله على السلام كان المتوقع أن يكون طريقا تقريبا نصف ساعة فقط هكذا سمعنا ولكن الوقت امتدت إلى تقريبا ثلاث ساعات عموما وصلنا الحمد لله رب العالمين فضل من رب العالمين وزملائنا في القوارب الأخرى أعتقد نزلوا فلان ننزل إن شاء الله تعالى ونرى بقى دكتور أعطيك العافية الحمد لله على السلام ومارات هانية طريق شاق وطويل الحمد لله لكن وصلنا الحمد لله يهون من أجل الخير والأجر إن شاء الله تعالى في فيضانات كثيرة متكررة والعصيد متكررة فأني حاجات مختلفة ضرورية ولكن غذائية بس موجود كل مكان يعني حاجة وإذا نستطيع أن نعمل برنامج كثلا مكسب الحلال يعني الذي يكون يدوم لأسره مثلا دكشة هذا متى ما تمكنتم منه عملته الحمد لله نتحدث عنه إن شاء الله احنا وصلنا الآن على ما يبدو لموقع التوزيع هناك طريقة معينة للتوزيع دائما تتخذوينها صحيح نعم صحيح وواضح بأن الجماعة جاهزين لهذه الطريقة سننزل إن شاء الله تعالى ونبدأ تصبح طيب إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا نشكر أستاذ المسؤولين عن هذه المنطقة على حفاوة الاستقبال ونشكركم كذلك على حضوركم نحن أهلكم وإخوانكم أتينا هنا لمحاولة إدخال السعادة والسرور على بعضكم فشكرا لكم على الاستقبال وعلى إتاحة هذه الفرصة دكتور غازي مدير مكتب الجمعية جمعية الشارقة الخيرية هنا في بنغلادف يبذل جهد كبير أنا أشكر باسمكم كذلك جميعا سعادة القلب في خير يقدمه بباسمة الحب في الأرجاء ينظرها قوافل الخير من دار الخلال سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى منه بعد أن وصلنا لمكان توزيع الإغاثة وتوزيع المعدات والطرود الغذائية هذه شاركنا معهم في الحفل الرسمي والمسؤولين في هذه المنطقة الوالي والمحافظ والمسؤول في الشرطة والعمدة كلهم أبدوا سعادتهم بهذا العمل الرائع الجميل وإن كان بسيط شاركنا معهم بعد ذلك بعد القاء الكلمات بشيء من توزيع ولأن العدد كبير جدا 900 أسرة ستستفيد هم أرادوا أن يوزعوا بطريقتهم فننسحب الآن نترك لهم حرية التوزيع بالطريقة التي يرونها مناسبة وكم اعتادوا عليها أسأل الله عز وجل الأجر والمثوبة لكل من ساهم في تقديم ولو القليل من الأرز أو الطحين أو غيرها من المواد الغذائية لهذه الأسر هذه الأسر ربما يعتقد البعض بأن الكيس الصغير هذا لا يعمل شيء كبير لكن تخيلوا لإخواني بأن هذا الكيس الصغير يكفي أسرة واحدة مدة طويلة من الزمن هذه الأسرة تسعى في الحصول على قوت يومها بشكل يومي تمر على هذه الأسرة بعض الأيام دون أي قوت يومي فأنت الآن بهذا الكيس الصغير وفرت عليهم ما يقارب شهر من الأيام التي دون قوت فالحمد لله رب العالمين وشكرا لكم مرة أخرى بنغلاديش هي واحدة من أكثر الدول التي تنشط فيها المشاريع الخيرية ويكثر فيها العمل الإنساني نظرا لحاجتها نظرا لكثرة الفقر المدقع فيها نظرا كذلك للسيول والفيضانات التي تأتي بين فينة وأخرى فتأخذ الأخضر واليابس وأسباب كثيرة أخرى ربما تعلمون بعضها لذلك سينشط برنامجنا وستكثر حلقاتنا في بنغلاديش إن شاء الله تعالى الجديد والإضافة في نسخة هذا العام من برنامج قواف الخير بأننا حددنا لنا هدف سننجزه إن شاء الله تعالى في كل دولة نزورها الهدف هذا يأتي بالتشاور ما بين فريق عمل برنامج قواف الخير وفريق عمل جمعية الشارقة الخيرية بالإضافة لفرق العمل المتواجدة في كل تلك الدول نحن اخترنا مشروع لبنغلاديش ولكن عندما زرنا الدولة غيرنا فكرة المشروع والسبب السبب أثناء جولتنا في بعض الولايات رافقنا مجموعة من المسؤولين في تلك الولايات في ولاية من الولايات رافقتنا السيدة رقية وهي نائب الوالي لشؤون الأسرة والمجتمع والشؤون الاجتماعية هذه السيدة من أنشط السيدات التي رأيتهن في هذه الدولة رافقتنا وكانت حريصة كل الحرص على سلامة وأمن فريق العمل وكذلك على سير البرنامج بشكل جيد فقررنا بعد مشاهدتنا وبعد مرافقتنا للسيدة رقية أن نأخذ رأيها في مشروعنا وهدفنا في بنغلاديش فأخبرتنا السيدة رقية بأن المرأة في بنغلاديش مشتهدة ونشيطة إلا أنها لا تحصل على الدعم الكافي فقررنا بالتشاور معها بأن يكون مشروعنا من برنامج قواف الخير هذا العام هو إنشاء مركز كامل متكامل معني بتأهيل المرأة اشتركوا في القناة قوافل الخير السلام عليكم وعليكم السلام أين كنت؟ وما الذي تحمله؟ هذه بعض الأطعمة تقوم بتوزعها جمعية الشارقة وكيف أحصل على هذه الأطعمة؟ سوف تصل بأحد العاملين بالجمعية لمساعدتك إن شاء الله السلام عليكم أخي العزيز إن أحد أقربائي في حاجة إلى بعض الطعام هل يمكن أن تساعده؟ سوف أبشر بهذا إن شاء الله سوف يأتي إليك مندوب من الجمعية بمثل ما أخذت إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعادة القلب في خير يقدمه بباسمة الحب في الأرجاء ينظرها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة اللي نحسان محمد شمان السلام عليكم أحسن 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 السلام عليكم أحسن كيف حالك؟ ماذا قلت له سيد فيصال؟ أنا قلت حينما رأى رجل جاء من المواد الغذائية الذي أزع في مكان هو سأله كيف وجدتها فهذا الرجل اتصل معي وقال رجل من أقربائي يعني هو ما شاء الله محتاج لكن يحتاج إلى المواد ولم يحصل على شيء فأنا جحس كل شيء ويعني حذرت في بابي الحمد لله إذا حصل على نصيبه حصل على نصيبه وشكره الحمد لله ثم لهؤلاء جميعا من اجتهدوا وسعوا لكم الحمد لله بارك الله فيكم موسيقى بعد أن وصلنا هنا إلى هذا المنزل وأعطيناهم مساعدات المتوقعة أنا أريد أن أسأل بعض الأسئلة هذا الطرد الغذائي على ما يحتوي سيد فيصة هذا الطرد الغذائي يحتوي على المواد الغذائية بكميات أولا الرز 10 كيلو 10 كيلو من الأرز هذا هو القوت الرئيسي في البلد وخمسة كيلو من البطاطس واثنين كيلو عدس واثنين كيلو ملح وواحد لتر زيت الطعام وخمس تكت لأملح ملح ملح الطعام طيب سيدة رقية الأسرة التي ساعدناها وقدمناها الطرد الغذائي كم عدد أفراد أسرتها؟ وبناء عليه كم يكفيها هذا الكيس؟ يقول يعني عدد أفراد الأسرة ستة ستة زوج جودة وأربعة أولاد الأب والأم وأربعة أولاد عند الأفراد الأسرة ستة كم يكفيهم هذا الكيس؟ يقول يعني للأقل خمس أيام يعني حوالي أسبوع إذن مشاهدين الكرام ملخصوا هذه الحلقة وملخصوا هذه الحملة بأن هذا الطرد الغذائي الذي يكفي لأسرة كاملة مكونة من أب وأم وأربعة أطفال يكفيهم لمدة أسبوع تعرفون قيمة هذا الطرد من ألف إلى ألف ومائتي تكة العملة البنغلاديشية بالدرهم الإماراتي تقريبا ستين درهم ستين درهم تطعم أسرة مكولة من ستة أفراد لمدة أسبوع لكم أن تتخيلوا موسيقى موسيقى مشاهدي الكرام طريق القدوم إلى هذه المنطقة كان بالبحر كما أخبرناكم صعب جدا أخبرنا بأن العودة ستكون بالحافلة قلنا ربما الوضع يكون أفضل ولكن تفاجئنا بأن الحافلة هي من ستركب معنا البحر نحن الآن في هذه العبرة عائدوا إن شاء الله تعالى في آخر هذا اليوم وفي آخر هذه الحلقة شكرا لكم سعادة القلب في خير يقدمه بباسمة الحب في الأرجاء ينظرها قوافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها رياح خير من الإخلاص قد نشرت للخير نسعى إلى المحتاج نوصلها تعليم قرآن صناعة عمل بناء مدرسة لله نعمرها إضافة الملهوف كفالة اليتيم سكيا لما إن سقت بالنفس أعدبها موافل الخير من دار الخيار سارت من قلب شارقة الإحسان تنشرها ترجمة نانسي قنقر شكرا